قام محافظ محافظة تعز نبيل شمسان بزيارة تفقدية لمدرية الشمايتين اطلع على سير العمل بمحكمة ونيابة الشمايتين وعدد من المشاريع التنموية بالمدرية وسير العملية التعليمية والصحية في المدرية وتفقد المحافظ شمسان خلال الزيارة ومعه مدير المدرية عبدالعزيز الشيباني مباني محكمة ونيابة الشمايتين والتقابر أساء المحكمة والنيابة والقضاة والموظفين واستمع إلى شرحا عن الوضع القضائي والمشاكل والصعوبات التي تواجههم في أداء مهامهم وأكد المحافظ شمسان على أهمية دور القضاء والنيابة في تحقيق العدالة والأمن والاستقرار في المجتمع مجددا حرص قيادة السلطة المحلية واهتمامها بمتابعة كافة القضايا التي تهم المواطنين والعمل على حلها وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات كما زار المحافظ شمسان عددا من المدارس التعليمية في المديرية واطلع على سير العملية التعليمية والاحتياجات والصعوبات التي تواجهها مؤكدا استمرار العمل في ترميم وتأهيل المدارس وتوفير الكتب للطلاب